هتطبق قيسي إيه لعند أي واحدة فيه. هتطبق قيسي إيه لعند إيه؟ أي واحدة فيه. أي لغة برمجة انت بتتعلمها. تمام؟ فهي بتكون آآ لها كواعد. الكواعد دي بنسميها حاجة اسمها سينتاكس. تمام؟ فأي حاجة انت بتعملها بره السينتاكس دي. او بره الكواعد دي. الكود عندك ما يشتغلش على طول. ليه؟ لان احنا عندنا نوعين نوعين من المترجمين. يعني ايه مترجم؟ نوع اسمه كومبيلر ونوع اسمه انتربريتر. تمام؟ طيب. ليه عندي نوعين من المترجمين؟ لان انا بتكلم لغة والكمبيوتر بيتكلم لغة تانية. انا دلوقتي بتكلم لغة اسمها لغة الهاي ليفل طيب. ليه سموها هاي ليفل لانجوتش؟ لان هي لغة بيقولك بيسموها اللغة الاقرب للانسان. يعني ايه اللغة الاقرب للانسان؟ يعني في طريقة كتابتها كده هتحس انها شبه للانجليزي بالزبط. انت بتكتب اوامر زي if else اللي هو while بتكتب يعني كل الكلام تحس انها قريب من الانجليزي. طيب؟ فعشان كده سموها هاي ليفل لانجوتش. طيب. الكمبيوتر بيتكلم لغة اسمها low ليفل لانجوتش. يعني ايه low ليفل لانجوتش؟ يعني سموها low ليفل لانجوتش لان هي لغة بعيدة او عن الانسان. لغة كده زي لغة صفلية او. ليه سموها لغة صفلية؟ لان هي بعيدة اوى عن الانسان. طب ليه بعيدة اوى عن الانسان؟ لان قلنا الكمبيوتر ما بيتكلمش غير لغة اسمها لغة الماشيل لانجوتش. او لغة الباينر لانجوتش اللي هي اللغة الصنائية. ايه اللغة الصنائية دي؟ هي لغة بتتكونش غير من سفر وواحد بس. فهم اول ما كانوا بيخترعوا اول حاجة اسمها برمجة خالص انما كانوا ويبرمجه خالص كان بيبرمجه حاجة اسمها لغة الماشين لانجودش اللي هو كنت تكتب كود بتاع كله صفرة وحايد قال لك طبعا دي كانت حاجة يعني متعبة جدا فقال لك بعد كده ايه لأ يعني احنا نحاول نطور بعد كده شوية بحيث ان احنا ايه نسهل الدنيا على اي حد حابب يتعلم البرمجة او اي حد حابب يبقى مبرمج فيعني كان يبقى الموضوع شك جدا ان انت تطور تكتب سفر وحايد وتطور تتعلم لغة البيناري ويكتب بيها فبعد كده يختاروا حاجة اسمها يعني بعد اللوليف اللانجودش حاجة اسمها الاسمبل لانجودش الاسمبل لانجودش دي كانت يعتبر لغة متطورة شوية يعني لغة متطورة شوية بس كان مازال برضو كان فيها مشقة ان مش اي حد برضو يعرف يتعامل معها ومش اي حد يعرف يكتبها ومش اي حد يعرف يكتب بيها طويب 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 ليه بقى اختلاف اللغات دي قالك أن كل لغة بيكون مثلا الأساس يعتبر ثابت يعني أنت لو تعلمت لغة كأساس زي مثلا السي بلاس بلاس وتعلمتها من الأساس كويس جيت تخش مثلا على لغة زي الجافة يعني مثلا نفترض أن السي بلاس بلاس خدت معك ثلاث شهور على مئة ما تتكن الأساسيات وطرف تكتب أكواد لما تجي تخش على لغة زي لغة الجافة ممكن متاخدش منك أسبوع مع أن التاني واخد منك ثلاث شهور أو واخد منك شهر الجافة ما تاخدش منك ايه اسبوع ليه انت يضعك بتعرف بس اختلاف في طريقة الكتابة انما الكواعد سبتة الحاجات الاساسية سبتة فلما اجي اقول لك مثلا انا عايز اعمل لوب سواء في السي بلاس بلاس او الجافة عشان تعمل لوب انت عندك يا هوايل يا دوه ويل يا فور سبتة طريقة الكتابة هتلاقي سبتة برضه تمام هتلاقي بس في اختلاف بسيط بين اللغتين فانت اتقان لك للغة هيسهل عليك فهم اي لغة بعد كده تمام طيب في مثلا لغات يعني مثلا انت بتتعلمها بحيث ان هو يعتبر اسهل لغة بحيث ان انت تتكن فيها الاساسيات عشان كده هتلاقي كلها بدأ معك بايه بدأ معك بالسي بلاس بلاس هتلاقي مثلا لغة زي الجافة يعني ممكن تكون لو انت دخلت عليها على طول ممكن تكون تقيل عليك شوية ليه بس انت لو فاهم السي بلاس بلاس والاساسيات بتاعتها هتلاقي الدنيا ماشية معك كويس طيب حبيت مثلا انت تعلمت الاساسيات خلاص انت بقى بتشوف بعد ما بتعلم الاساسيات كويس بتشوف المجال اللي انت حابب تتعلمه او ان انت تشتغل فيه مثلا انا حابب اتعلم حاجة اسمها ديسك توب ابليكيشنز ايه ديسك توب ابليكيشنز ده اللي هو ان انا اعمل تطبيقات او ابليكيشن لسطح المكتب اللي هو على اللاب توب اللي هو حاجة مثلا زي الورد الاكسيل حاجة زي الالحاسبة اللي موجودة على اللي موجودة على اللابتوب كلام ده كله كل الكلام ده اسمه ديسكتوب ابليكيشن طيب مين بقى اللغات اللي متخصصة في ديسكتوب ابليكيشن بيقول لك عندك هنا مثلا ممكن تعمل ديسكتوب ابليكيشن بالبيسون ممكن تعملها بالسي شارب ممكن تعملها بالجافة اي لغة من التلاتة دول تمشي معاك عادي في الايه طيب فانت اتقانك للسي بلاس بلاس بعد كده ممكن تخش على الجافة او السي شارب او اي حاجة براحتك عادي طالما انت عايزت ايه? بتتكن المجال ده. فاتقانك للغة زي بالاساسيات. فهي حاجة مهمة جدا. تمام? فاحنا يعتبر شغلك كله في الترم الاول كله عبارة عن اساسيات. وحتى مسلا الترم التاني لو خدت حاجة اسمها كلها تكون حاجة في اللي هو اسمها الدوس. اللي هو الشاشة السعودة اللي انت ايه? يعني تعتبر كده برضو انت في مجال الاختبار برضو. يعني انت لسه ما عملتش مشروع كبير برضو. حتى المشروع اللي هنعمله في الاخر ان شاء الله يعني بعد ما نخلص الاساسيات. هو مشروع كبير. اه بس برضو في مرحلة الدوس. مرحلة الاختبار. مش مرحلة جي ايه. ايه مرحلة جي اي دي? دي حاجة اختصار اللي حاجة اسمها آآ جرافيكال يوزر آآ انترفيس. اللي هو وجهة وجهة كده اللي جي اي ده وجهة اللي هو بتاعت المستخدم. اللي هو مسلا زي ايه? زي القلة الحزبة اللي على اللاب. القلة الحزبة اللي على اللاب دي. دي عبارة عن زرار انت بتعمل عليها. بتتكى على زرار اسمه ثلاثة. بعد كده زرار اسمه زائد. بعد كده زرار اسمه خمسة. بعد كده زرار اسمه يساوي. فيجيب لك النتج على طول ايه? ثلاثة زي ان ثلاثة زي اتنين بيساوي خمسة. وهكزا. فانت بتتعامل مع ايه? مع حاجة اسمها انترفيس وجهة بسيطة. انت بتعمل معها ان هو يضبك زرار بس اختكى عليها نفذلك الاوامر. انما انت كده كده ده شغل اليوزر. اليوزر انت بتساهل على اليوزر استخدام الحاجة بتاعك. طول ما البرنامج بتاعك سهل في الاستخدام. طول ما انت كده يعتبر اليوزر بتاعك يرتاح للتعامل بتاعك مع البرنامج بتاعك. طبعا? ده كده يعتبر ايه? آآ بداية كده في الاول. ليه احنا بنعمل كل ده? او ليه احنا بنتعلم الاساسيات اما ده? طيب. فاحنا قلناك دلوقتي كل لغة لها ايه? لها اساسيات. اللي هي ايه? اله وليها حاجة اسمها السينتكس. السينتكس دي اللي هي كواعد ما ينفعش ان انا ايه? ان انا اطلع برا عنها. فاحنا قلنا ليه بقى بنستخدق السينتكس تيه بحاجة اللي بقى اني عندي نوعين من المترجمين. نوع اسمه كومبيلر. ونوع اسمه انتربريتر. الكمبيلر دول الاتنين المترجمين. وظيفتهم ايه? احنا قلنا ان انا بتكلم لغة والكمبيوتر بيتكلم لغة تانية. فانا محتاج وصيل التواصل بين وبين الكمبيوتر بحيس ان هو يفهم ان عايز اقول له ايه? تمام? فبقى ايه? زي مثلا لو واحد كاتب رسالة بالروسي او بالسيني. فانا محتاج مترجم بين وبينه. فقال لك انت لو هتستخدم اه نوع اسمه مترجم اسمه كومبيلر. فالكمبيلر ده وظيفته ان هو بياخد ايه? بياخد السورس كود بتاعك كله. الرسالة بتاعتك كلها. ويعمل ايه? يترجمه هو مع نفسه الاول. كلها على بعض كده. اسمه الايه? بيترجم السورس كود كله على بعض. بعد كده يبدأ اديك اللي هو الايه? الكود بقى ايه? جاهز بلغتك. تمام? فهو بيعمل ايه? هو بيحول من الهاي ليفل لانجوش لليفل لانجوش. الكلام ان انت بتكتبه لانجليز ده يبدأ يترجمه لصفارة واحد بحيس الكمبيوتر يفهمه. تمام? طيب بعد كده عايز بقى الاوت بط اللي هيزهر لك الاوت بط اللي هيزهر لك هو هيزهر هيزهر برضو في ايه? في شكل صفارة واحد اللي هو الماشين لانجوش. فياخد الكمبيلر ده يترجم الاوت بط كله. بعد كده يعمل ايه? يدهو لك كهيليف اللانجوش. اللي هو مسلا قالك تلاتة زي اتنين فيدبع لك تلاتة زي اتنين يساوي خمسة. فيدي لك ايه? كلام انت فاهمه. تلاتة واتنين بيساوي خمسة. مش هيديك بقى لعملية الحسابية اللي هي كانت بالبالي انت خدتها في الانتردكشن والكلام ده. تمام? طيب. طب لفيه بقى نوع تاني اسمه انتربريتر. انتربريتر ده ووزفته ايه? بيقولك برضو هي نوع من الواع المترجمين. بس بيعمل ايه? بس بيترجم لك سطر سطر بقى. عارف انت مثلا زي ما بتجي تشغل مثلا كده لعبة ولا اي حاجة. وتلاقي ان هي المقدمة اشتغلت عادي فيديو المقدمة واشتغل وكل حاجة تمام? بس بيجي عند حتة معينة كده يعمل كراش. اللي هو يعمل ايه? البرنامج يوقف فجأة واحدة. طب البرنامج يوقف فجأة واحدة ليه? لان كان فيه ايرور في الحتة دي. او مسلا الجهاز بتاعك مش متوافق مع الحتة دي. تمام? بس ده كده الفرق من ايه? من الكونبايلر وانتربريتر بقى الكونبايلر بيترجم الكود كله على بعضه. ويشوف بيقول لك انت عندك غلط في السطر كزا. غلط في السطر كزا. انما ايه? اه وبيشغلش البرنامج. انما التربريتر ممكن يشغل البرنامج عادي. ويجي عند الحتة اللي فيها ايرور يحصل فيها كراش او البرنامج يقف عندها. ده كده الفرق من ايه من الكونبايلر وانتربريتر.